ينضم معنا من إسطنبول للحديث عن العمليات العسكرية وإمكانية توسعها في مدينة عين عيسى شرقية سوريا ينضم إلينا العقيد أحمد حمدة الخبير العسكري السوري مرحبا بك سيادة العقيد أحمد حمدة كيف تقرأ التحركات العسكرية حول مدينة عين عيسى شمالية الرقة في هذا التوقيت مساء الخير بالطبع مدينة عين عيسى لها أهمية كبرى أولا لقربها من طريق أم أربعة وكذلك هي نقطة مواصلات في كل المناطق التابعة لمنطقة الأبيض وهي قريبة من الحدود التركية وتتخذ منها قوات سوريا الديمقراطية قصد مركزا إداريا وأمنيا هاما يعتبر المركز الثاني للإدارة الذاتية التي يسمونها في شرق الفرات بعد مدينة القامشلي قوات سوريا الديمقراطية لم تقوم بتنفيذ كل الاتفاقات التي أبرمت ما بين التركية وبين البلاد المتحدة في منبج في الشريط الحدودي وإبعاد كل القوات سوريا الديمقراطية إلى أبعد من 32 كيلو متر وتفكيك التحصينات في تلك المنطقة وإبعاد قواتها وكذلك في المناطق التي وقعت مع روسيا إذن لم تلتزم بكل هذه الاتفاقيات بل هي تتحرج دائما وتتعرض للقوات التركية والقوات الجيش الوطني لذلك رأينا بأن تركيا بعد أن فشلت كل المحاولات من أجل تنفيذ الاتفاقات وإبعاد قوات سوريا الديمقراطية تحركت قوات الجيش الوطني وسيطرت على عدة نقاط هامة على الطريق أربعة لتأمين مداخل عين عيسى شرق عين عيسى غرب عين عيسى ولكن الروس الذين يريدون اليوم الاستفادة من هذا الزخم وهذا الضغط على عين عيسى وعلى قوات سوريا الديمقراطية يريدون إعادة هذه البلدة لقوات النظام عن طريق المفاوضات بينهم وبين قوات سوريا الديمقراطية بإعادة استنساخ تجربة التي رفعت عندما دخلت قوات النظام وقوات روسية ما دور روسيا بهذا الاتفاق الذي جرى؟ نعم ما هو دور روسيا بهذا الاتفاق الذي جرى؟ يعني البعض يرى أن تلجأ ربما قوات قصد لتسليم المدينة للنظام السوري ببساطة يعني مدى اتفاقكم مع ذلك بالنظر أيضا إلى الدور الروسي؟ يعني الولايات المتحدة سحبت قواتها من هذه المنطقة ولم تعد مهتمة في منطقة عين عيسى وهذه المناطق واكتفت في مناطق النفط ومناطق دير الزور أما روسيا فهي تحاول أن تضع قوات سوريا الديمقراطية بين حلين أولا إما أن تسلم هذه المدينة لقوات النظام وقوات روسية مشتركة وتم الاتفاق ولكن نقطة واحدة تمت يعني حتى الآن لم يتم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا وهي أن تبقى قوات من الأسايش وبعض الإدارات في تلك المنطقات تركيا تريد انسحاب كامل لقوات سوريا الديمقراطية من مدينة عين عيسى ولكن الروس يقولون لقوات سوريا الديمقراطية إذا لم تستجيبوا وتدخل قوات النظام والقوات الروسية وترفعوا الأعلام وتنتحبوا 2 كيلومتر شرق هذه المدينة فإن القوات التركية والجيش الوطني جاهز لدخول هذه المدينة كما دخل من قبل مدينة أحريق سيد العقيد في نقطة أخرى لماذا تصر قوات سوريا الديمقراطية على التمسك بانتمائها لحزب العمال الكردستاني لماذا مثلا لا تلتزم بدورها الوطني يعني بعيدا عن أي ايديولوجيا خارجية تعرف مسبقا رفضها من تركيا والمجتمع الدولي أيضا قوات سوريا الديمقراطية من يفوذ هذه القوات هم عصابات جبال قنديل وعصابات جبال قنديل معروف لديهم ايديولوجية معينة كردستان الكبرى وروج أوفا يتم الحديث عن روج أوفا ويرفعون صور وأعلام عبدالله أجلان والبيكيكي ويعتبرون بأن المناطق السورية في هذه المناطق هي غرب كردستان إذن لديهم عدة تسميات غرب كردستان وشرق كردستان وشمال وجنوب كردستان أن هذه الأربع أقسام في إيران وفي العراق وفي تركيا وفي سوريا يشكلان كردستان الكبرى هكذا هي ايديولوجيتهم وهكذا نظريتهم لذلك لو كانوا وطنيين لا قاتلوا قوات النظام ولا تدخلوا مع قوات المعارضة السورية لإسقاط هذا النظام ولكن نراهم يتفقون مع النظام في مناطق معينة يريدون مكاتب خاصة لهم في شرق الفرات وقالت بالأمس بوسين الشعبان بأنهم اتفقوا مع قوات سوريا الديمقراطية على شكل العلم وعلى بعدة أمور ولكن لم يتم الاتفاق الكامل بين سوريا الديمقراطية ماذا عن الدور؟ ماذا عن الدور؟ وذهبوا إلى دمشق وتم الاتفاق والمفاوضات الحتيثة واليوم القامشلي الحسكة مناطق بيع النفط في مناطق دير الزور وهذه هي كذلك تل رفعت وعين عيسى نموذج من التعاون ما بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية سيد أحمد كيف تصف التعاطي الأمريكي مع قوات سوريا الديمقراطية؟ البعض يرى أن الدور الأمريكي الذي كان داعما لقوات سوريا الديمقراطية يراه الآن قد انكفأ فجأة كيف تصف هذا الدور؟ الدعم الأمريكي لا يزال متواصل لقوات سوريا الديمقراطية ولكن الولايات المتحدة اكتفت اليوم في مناطق النفط وقواعدها في منطقة المالكية في الشتادة اليوم هناك تسيير دورية أمريكية في محيط تلتمر في منطقة الحسكة إذن الولايات المتحدة هي متواجدة ولكن هذه المنطقة أصبحت اليوم بعد الاتفاق الروسي التركي وكذلك الأمريكي التركي أصبحت خارج اهتمام الولايات المتحدة فكانت قوات النظام والقوات الروسية هي جاهزة لملء الفراغ كما حدث في منبج في باقي المناطق ولكن الولايات المتحدة أتوقع هي متواجدة وقوات سوريا الديمقراطية صدع رجل عند الولايات المتحدة ورجل عند الروس مصادر تحدثت عن اتفاقية بين روسيا وتركيا لتسليم إدلب مقابل عين عيسى إلى أي مدى ترى أن هذا ممكن ربما؟ يا أخي هذا غير يعني لا يجوز الحديث عن هذا الشكل التركي اليوم تدفع حتى الآن اليوم أدخلت أرسال عسكرية عديدة في تلك المنطقة وتقوم بتحتينات وهناك حتى الآن اليوم يعني خلافات روسية تركية حول الام أربعة عين عيسى هي مدينة صغيرة بمستوى ناحية بمركز ناحية صغيرة وليست كمسطرة إدلب هي محافظة إدلب محافظة كبيرة تضم أربع مليون إنسان ولكن عين عيسى عبارة عن ناحية صغيرة يعني قرية كبيرة شيئا ما لا يمكن مقارنتها في منطقة جبل الزاوي أو إدلب هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإدلب ليست سهلة تسليم هناك من يدافع عن إدلب وهناك أربعة ونصف مليون يسكنون في محافظة إدلب فذلك التركية تصرح يوم ليلة نهارا بأنها معنية في هذا الأمر وأول الخاترين إذا دخلت قوات النظام والقوات الروسية إلى بعض مناطق إدلب أو الخاترين التركية لأن هناك سيكون هناك موجة نزوح كبيرة جدا وتركيا اليوم تتحاشى هذا الوضع لذلك من يتكلم عن مقايضات هذا الأمر غير صحيح وغير وارث في العرف العسكري حاليا أو الدبلوماسي التركي السيد العقيد أحمد حمد الخبير العسكري السوري نشكرك شكرا جزيلا